بلشت من تركة العراق بالعراق كنت بحماية بلدي وحماية أهلي وكان في مساعدة كبيرة صارت الأوضاع صعبة فطرنا نتوك العراق وجينا إلى لبنان فلأول مرة المواجهة مع مصير الواحد يكون لوحدة لازم يحفر الأرض حتى يبني العائلة ويبني مستقبل إليه ويبني إلى كيام بالمكان اللي راحه وحدة فهو هيدا الشي اللي كنا لازم يعني كان الشغلة منه سهلة أنت حتى تبلش وتبني وتدرس وتتخصص وتسوي عائلة وتربي أولاد وتبني كيان كيان عائلة لأنت بلدك أصلا ولا أنت مع عائلتك تعريف الأولاد على أصحاب وعلى عوائل غير عائلتك يعني هيدا كانت أيضا شي تحدي تذكر لهم البلد اللي أنت جيت منه وتذكرهم مزايا البلد اللي جيت منه ودازم يبقى وطبعا دائما باقي هو البلد بقلبك تتمنى الخير دائما للبلد اللي كنت من عنده وتتمنى الخير للبلد اللي جيت أنت بيهمينت لأنه صار أيضا بلدك الثاني فهذه نقطة البداية نقطة أنه تدق الرجل وتمشي بالطريق حتى تكفي وتكفي بأحسن ما يمكن ترجمة نانسي قنقر